تختلف مسمياتها من مطاقة لأخرى في اليمن الكبابيس أو البعار أو الدوم وهي الثمرة شجرة السدر المذكورة في القرآن الكريم تحولت هذه الثمرة إلى سلعة تباع في الأسواق بعد أن كانت متاحة للجميع يطلق عليها البعض بالبعار والبعض الآخر بالدوم وهي من شجرة السدر وفي محافظة حضر موت والوادي وخاصة في مدينة تريم يهتم الناس بها كثيرا حيث يقوم الأهالي بجمع الدوم من شجرة السدر ومن ثم إعراضها لأشعة الشمس حتى تصبح يابسة ومن ثم يقومون بتكسيرها واستخراج القرص الذي بداخلها وتعرف الأقراس الصغيرة هنا في مدينة تريم بالكبابيس مادة الكبابيس أو الحاليل هذه الحاليل أبارة ناتية من شيرة تسمى شيرة العلب تسمى الإثل أو تسمى السدر بالعصح باللغة يتم عملية التخراج وهو من طريق التكبيس على حب حب في ناس معروفين بتكبيسه وهو في دمون يسر جالس على هذا الشيء ولهم تعنيها خاصة في تكبيسه بعد استخراج الكبابيس يقوم الأهالي ببيعها في الأسواق المحلية وهم يقولون أن لها فوائد كبيرة لمرة السكر وضعفة النظر منها فوائد كثيرة لجسم الإنسان تستعمل النظر تستعمل أمراض السكر تستعمل كم قوي عام للجسم وأبارة عن فيتامينات ميموعة فيتامينات في مادة واحد نوع الحاليل هذا اللي يستخدمون الأجداد من أول يقوي المناعة ويستعملون أرض أيضا تخفيض السكر ويقوي النظر ويجبونه من هذا من العلب يستخدمون من العلب ويقومون بدقه ويحضرونه لأسواق كفافيه طبعا يستعملون في الزوايات المزوين يعطيهم قوة وفي المناسبات الأخرى طبعا ويمتاله طبعا من شجرة السدر اللي يجزع في حضر موت هنا وطبعا يبتال عندنا نفيتريم هنا بكميات كبيرة ويصدر بعض الخارج الاهتمام هذا بشجرة السدر ومادة الدوم يخرجوا عن النطاق المحلي نحو النطاق الخارجي حيث يؤكد أهالي تريم بأن بيعهم لهذه المادة لا يقتصروا على السوق المحلي بل أنهم يقومون بتصديرها إلى الخارج وبيعها في أسواق بعض الدول السدر الذي يخرج منه هذا ما يسمى بالكبابيس الكبابيس هذا طبعا يصدر الآن إلى الخارج يصدرون هذا الخارج بعضهم يصدرون للسعرية يصدرون لأبوظبي يونجوار الكبابيس تقريبا سعره الآن يصدر إلى 2500 المصر يعني ما يوازي نصف كيلو طبعا سعره زاد أول كانوا ليس هذا السعر يحكم أنه يصدر إلى الخارج زاد سعره فيه نوع فيه هذا حق تريم هنا وفيه حق شابوه فيه حق شابوه يفضلون أكثر شيء حق تريم تبقى شجرة السدر شجرة ذات أهمية لدى أبناء حضر موت والوادي وأبناء تريم خصوصا وقد صارت هذه الميزة ضمن المزايا الملفتة وضمن خصوصيات المدينة المتطورة يوما بعد آخر بالقال اشتركوا في القناة